موسيقى وإلى أخبار بلا سياسة حيث أكدت شركة الخطوط الجوية الأمريكية American Airlines وفات أحد طيارها للأسف خلال قيامه برحلة ليلية من مدينة فينكس إلى بوستن وأضافت أن الطيار احتاج إلى رعاية طبية عاجلة خلال الرحلة إلا أنه فارق الحياة خلال قيادته للطيارة وأوضحت الخطوط الجوية الأمريكية أن الطائرة هبطت بسلام بعدما تولى مساعد الطيار على الموقف وحول مسار الطائرة إلى مدينة سيركيوز في نيويورك ننتقل إلى خبر آخر حيث ألقت الشرطة المكسيكية القبض على زعيمة عصابة تورطت في 150 جريمة قتل بعد أن أوشى بها صديقها وذكرت صحيفة اندبندت البريطانية أن صديقها هو عضو في العصابة قدم معلومات عنها لأجهزة أمنية لقاء حصولي على تخفيض حكم على الجرائم التي اتكبها صراحة هذه القصة تبرهن أنك إذا هن عظيم وأنه رجال ملهمة ما بس باختصار شديد يعني مبسوط أنت طالب لها؟ أهو تسرع يعني معقول هو يوشع فيها وهو معها في العصابة يلا على العموم كشفت شركة مايكروسوفت النقاب رسميا عن الحساب المحمول المتحول الذي حمل اسم سيرفس بوك الجهاز الجديد مزود بشاشة قياسها 13.5 إنش ولوحة مفاتيح مضاءة قابلة للإزالة أما عمر البطارية فيصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل دون الحاجة إلى شحن ويتميز بخفة وزنه وسعر سيرفس بوك يتراوح بين 1500 دولار أمريكي طبعا إلى 2700 دولار حسب مساحة الذاكرة وسيكون متاحا للشراء بشكل رسمي ابتداء من الـ 26 من شهر أكتوبر لم يعد موقع فيسبوك يقتصر على كونه للتواصل الاجتماعي فحز فطموح مؤسسة ستعانق السماء أيضا إذ يعتزم مارك زوكربرغ إطلاق قمر إصطناعي من يوتلسات الفرنسية والهدف هو توفير خدمات الإنترنت إلى المناطق النائية في شرق وغرب أفريقيا على وجه الخصوص ومن المقرر أن ينطلق القمر الإصطناعي بداية من العام المقبل وإلى هذه المعجزة التي حدثت في أستراليا تحديدا حيث تمكن الأطباء هناك من القيام بمعجزة طبية بعدما تمكنوا من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا فقط كان رأسه قد انفصل عن عنقه داخليا كان الطفل جاكسون تيلر وأخته قد تعرضا لحادث تصادم قوي عندما كان في سيارة والدتهما التي استضمت بشكل مباشر مع سيارة أخرى حيث تسبب الحادث لفصل رأس جاكسون كما تسبب في نزيف داخلي حاد لأخته ضيوف غير مرحبهم استدعى تدخل القوى لإخراجهم اثنين من الدببة الصغيرة حاولت الدخول إلى أحد المنازل وكلب صغير كان يحرص هذا المنزل كان لهم بالمرصاد بحجمه الصغير مقارنة بأجسامه من ضخمة حتى لقب بالولايات المتحدة بالكلب البطل وحش، وحش أكلب وحش، جامد مشاهد أثارت الضعر لزوار البرج الزجاجي في الصين بعد أن شاهدوا شرخا زجاجي على الممشى المشيد على ارتفاع أكثر من 3000 قدم مما أدى إلى تحطم قطعا منه حيث قامت أحد الزائرات بتصوير الشرخ ونشر على مواقع التواصل وقالت أنها شعرت بهز أو بهزة تحت قدمية لحظة كسر الزجاج وأغلقت السلطات المكان بعد الحادث لترميمه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة